يجود درو رايت يومياً بدراجته الهوائية على 25 مقهى يقدم الشاي والقهوة في أنحاء لندن ويجمع لشركة أب سيركل نحو 100 كيلو جرام من تفل القهوة الذي كان أصلاً سيرما وتصنع أب سيركل مستحضرات تجميل باستخدام تفل القهوة وشاي البابونج ومسحوق نواة الزيتون وغير ذلك من نفايات المشروبات ويرمى سنوياً 500 ألف طن من تفل القهوة في مطامر المملكة المتحدة وتفتخر أب سيركل بأنها أعادت تدوير 400 طن منها حتى اليوم ويزداد الطلب على هذا المنتج بسرعة خصوصاً في الولايات المتحدة إلا أن أب سيركل ترفض إعطاء أرقام حول مبيعاتها أو نموها ويؤدي تنامي الطلب إلى نشوء عدد كبير من الشركات المنافسة لأب سيركل تعيد هي الأخرى استخدام المخلفات الغذائية من بينها وايلد فروت وفرانك بادي الأسترالية وشركة بادي شوبا البريطانية الكبرى وبنتيجة ذلك يرتفع الطلب على نفايات القهوة خصوصاً اشتركوا في القناة